سلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نكمل موضوع تعريف الطرابات التواصل والآن هنتحدث عن تعريف الجامعية الامريكية للكلام واللغة والسامع وهي من الجامعيات المشهورة عالميا وبطلق عليها الاشا وهي بتقسم الطرابات التواصل الى تقسيم خماسي زي ما هو واضح قدامنا عندنا الطرابات الكلام وهي بتتحدث عن ان الطرابات الكلام ده خلل في الصوت او لفظ الاصوات الكلامية وناخد بالنا من كلمة لفظ الاصوات الكلامية ده موضوع مهم كمان عندنا الطرابات الصوت وهو خلل في انتاج الصوت نفسه لو فيه مشكلة في الصوت نفسه كمان عندنا الطرابات اللفظ والطرابات اللفظ بيقصدوا بيها الجامعية الامريكية ان اللفظ نفسه او الكلمة نفسها وهو خلل في انتاج اصوات الكلام برضو بيشترك مع الطرابات الكلام عندنا الطرابات الطلاقة وهي ده معروف الطرابات الطلاقة اشهر الشيء فيها هي التعتأة او اللجلاجة وهي بتبقى خلل في الطلاقة اللفظية للكلام واخر نوع ما هو الطرابات اللغة وطبعا ده دايما بيتحدسهم هما عن اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية طبعا التصنيف ده معهوش التصنيف المعتمد حاليا في 2016-2017 لان احنا بعد الوقت عندنا تصنيف DSM-5 اللي هو سنة 2013 ده احدى الشيء هو خاص بالجمعية الامريكية للطب النفسي في الدليل الاحصائي والتشخيصي لها الDSM-5 سنة 2013 ولو تقسيمة خاصة جديدة بالطرابات التواصل التواصل ما بدئين هما بالطرابات الكلام والطرابات اللي عاملين حاجة اسمها الطراب اللجلاجة والطرابات اللغة وكمان هما بيتكلمهم على الطرابات التواصل اللي عاملين نوع خاصة بالطرابات التواصل الاجتماعية ده موجود في تصنيف الحديث للطرابات التواصل بالDSM-5 طيب عندنا كمان تقسيمة برضو لأنواع التواصل عندنا للطرابات النطق والكلام ودخل فيها للطرابات اللفذ و Ätol اعتمد اللي هو التصنيف الخاص بالDSM5 الدليل الاحصائي والتشخيصي للجمال الامريكية للطب النفسي